نظمة أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم شارك فيها طلبت كلية الشرطة وذلك بالتنصيق مع بنك الدم بمستشفى قصر العيني لصالح المرضى والمصابين وللمرة الثانية خلال العام الدراسي الحالي قام طلبة كليات الشرطة بالتبرع بدمائهم ضمن حملة التبرع التي نظمتها أكاديمية الشرطة بالتنصيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والتي تأتي امتدادا لسلسلة حملات تبرع مماثلة تحرص عليها الأكاديمية كل الطلبة جاية من تلقاء نفسها زي ما بنعلم الطالب في خلال أربع سنين إزاي يتخرج ويحمي أمن مصر أيضا بنركز على الجنب الإنساني بمساعدة أبناء مصر المئات من طلبة كليات الشرطة أبدوا رغبة في التبرع بدمائهم عن قناعة تامة للتخفيف من معاناة المرضى ترصيخا لقيم العطاء التي تم تنميتها داخل أسوار أكاديمية الشرطة فكانت تصابق للتبرع إحنا دايماً الكلاب تعلمنا أننا والشعب كيان واحد ودايماً إحنا بدهرهم فقال لحاجة ممكن نقدمها لهم هي تبرع بدم والشعب طبعاً هو أخواتنا وصحابنا وأهلينا فلازم نقال لحاجة ممكن نعملها لهم إحنا نتبرع لهم بالدم وأول ما قالونا عايزين ناس تتبرع بالدم الدفع كلها بصراحة يعني قالت إحنا عايزين نتبرع كلها دايماً بتعودنا روح التضحية والفداء والمشاركة المستمرة مع الشعب المصري وطبعاً إحنا كنت طلب كلها الشرطة مستعدين أن نضحب أروحنا ودامنا دي أقل حاجة ممكن نقدمها للمصابين والجرحة من الشعب المصري امتنان وشكر قدمه القائمون على حملة التبرع بالدم من مركز نقل الدم بمستشفى القصر العين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين هذه الحملة وقم عشرين على التوالي خلال السنوات الماضية نلاقي الحمد لله كل إقبال وكل خير وكل عمل إنساني من طلبة الشرطة ومن كل قيادات الشرطة الموجودين في الأكاديمية بيسهل لنا كل التسليلات وكل الإجراءات التبرع لم يقتصر على الطلبة بل تصابق إليه ضباط الأكاديمية أيضاً